ايه زيكم يا شباب عاملين ايه يا ربكم وكلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد من متجر جوجل بلاي الامريكي وزهور خمس نقط جديدة في المتجر الامريكي ينتهي العرض الترويجي في واحد وثلاثين مارس معانا كده ان ان شاء الله النقط بازن الله يعني النقط الجديدة في واحد اربعة بازن الله ينزل لنا التطبيقات الجديدة في المتجر الامريكي النهاردة مش بس جاي حصل معكم الخمس نقط اكيب مش اعمل فيديو عشان خمس نقط ده انا كمان هعرفكم اكتر من حاجة كمراجعة بسيطة وملخص علشان اللي واقع منه حاجة في الفيديوهات اللي فاتت مازلت بشوف تعليقات انا قيلها في الفيديوهات فلو سمحتم يا شباب حاولوا حتى لو انت اتفرجت على الفيديو قبل كده او شرحه قبل كده او الكلام ده راجع ممكن يكون نقصك حاجة في اللي انا هقولها تمام يا شباب يلا بينا نبدأ مع بعض اول حاجة هنعملها ويأدفع حاجة انا طبعا عندي متجرين امريكي في واحد فيهم بمية واحد وعشرين ن نقطة والتاني هجيبه لكم حالا في مية وخمستاشر نقطة يعني قريبين من بعض جدا تمام يا شباب فدلوقتي احنا هنحصل من الاول واحد اللي هو اللي فيه مية واحد وعشرين نقطة علشان يبقى قدامنا مية ستة وعشرين نقطة وهنحصل من التاني هوريكم الطريقة بمنتهى البساطة ادي المية واحد وعشرين نقطة وهنحصلهم مع بعض هنحصل خمسة خمس نقاط هيبقوا مفروض مية ستة وعشرين نقطة نتأكب منهم وبعد كده نرجع مع بعض تمام ادي المفروض مية ستة وعشرين نقطة طيب بداية كده طبعا هيختفي العرض في المتجر التاني الامريكي طبعا فيه ناس عاملين اكتر من خمستاشر وعشرين متجر اختفى زي ما انتم شايفين اهو وقلنا اتفاننا زي ما بعض يعني زي ما اتفاننا مع بعض قبل كده تظهرها فيه ناس بترتاح للمتصفح طالما بتجيلك النقط المهمة مصلحتك انت طالما بتجيلك النقط خلاص ما بتجيلكش النقط هتعمل اللي انا قلتلك عليه ده بمنتهى البساطة هتخش في الاعدادات وهتخش في الح الحسابات والمزمنة تمام وهتختار منها جوجل وهتمسح كل الحسابات اللي موجودة عندك مش هتخلي بس غير الحساب اللي انت هتحصل منه او اللي انت عايز تحصل منه النقاط ونفس الموضوع في الشحن انت لا عايز تشحن من حساب معين برضو هتسيبه هو بس اللي مفتوح عندك في التليفون وباقي الحسابات هتشيلها وتخليه هو الحساس الحساب الاساسي وتشحن منه عادي جدا وبعد كده لو هتشحن من حساب تاني بتشيل الحساب ده وتحط الحساب التاني حساب اساسي ليك هندخل على التخزين ونعمل مسح بيانات تمام وبعدها هنرجع نعمل مسح جميع البيانات تمام جدا دلوقتي هنخش على المتجر وهيظل لنا التطبيق في الحساب التاني علشان نحصل النقاب بتاعته وما فيش مشكلة خالص يعني انا شرحت ده اكتر من مرة اه فقط الاعادة للناس اللي ما تبعتش الفيديوهات قبل كده لان ما زال فيه ناس بتقولي بيختفوا المتجر التاني تمام ادي النقط زهر موجودة قدامك ايه زهر التاني مع ان انا محصلها لسه قدامكم ولو قفت فيديو ولا عملت حاجة بدون اي منتاج ادي الخمس نقطة هم مية وخمساشر نقطة هاخدهم تمام يا شباب هدوس اهو مية وخمساشر هاخد يعني هاخد خمس نقطة عليهم هيبقوا مية واحد وعشرين نقطة طبعا انا جبتلكم نقطة بتاعت المتجرين قدامكم علشان اه ماحصلش لابس او كده وتتلغبطوا ما بين الحسابين او تقولوا ان انا مثلا ايه اه حصلتها من الحساب والحساب التاني تحكت عليكم وكده تمام يا شباب بقى دي مية وخمساشر نقطة بقوا مية وعشرين نقطة الحساب التاني قبل ما حصل منه كان مية واحد وعشرين نقطة بقى اه مية خمسة اه مية ستة وعشرين نقطة تمام دي اول نقطة وخلاص اتفقنا عليها نيجي للنقطة التانية طبعا بفكركم ان انا مبقي لي تلتمية سبعة وسبعين نقطة عشان احتفز بالمستوى البلاتيني للعام المقبل انتو عارفين ايه تلتمية سبعة وثلاتين نقطة يعني ممكن اجيبهم في يوم الجمعة الجاية لو طلقوا لي خمسمائة نقطة انا هعديهم وبقى بلاتيني السنة اللي جاية تمام اللي هي خلال اه خلال واحد تانتين اتناشا لا ده انا هبقى في الفين اتنين وعشرين تمام قبل حلول الحساب التاني في عام الفين اتنين وعشرين زي ما انتو شايفين تحته قدامكم اوه فالموضوع بيبقى بسيط وسهل طالما انت شغال وبتقدم مستواك ما تبصش للزمن لان كده كده الزمن في صالحك انت لسه وقت كبير جدا لحد اخر السنة اعتقد ان انتو بالنوع دي انتو في ناس كتير فيكو وصلت فضي تمام يا شباب ده على اعتقادي وبرده هنزل لكم استطلاع في المنتدى عشان انا يعني واثق بالنسبة كبيرة جدا ان الناس اللي معايا من زمان معظمهم بقى دهبي وفضي يعني انا ما اعتقدش ان البرونزي كلهم اكيد يبقوا مشتركين جدد انما الناس اللي معايا من كم شهر كده دول اكيد انتو منفضي دهبي وفي ناس في الدهبي انا شفتوهم عملوا تعليقات بقى بلاتيني كمان فربنا يكرمكم ويوفاكم جميعا طول ما انتو شغالين وبتكتهدوا بالتابعة والفيديوهات والكلام ده انتو باذن الله المستواكم بيتقدم مفيش اي مشكلة خالص تحت عمركم ودائما ببمنى لكم التوفيق والشحن والكلام ده كله طيب الحاجة اللي بعد كده ان انا قلتلكم ان ده الوقت المناسب لشحن اه العلعاب سواء انت بتلعب بقى free fire سواء بتلعب بابجي موبايل الكلام ده كله طيب اما ظاهر لك هنا في بابجي مثلا كاتب لك الدولار بخمس نقط يعني عارف يعني الدولار بخمس نقط مش فاهمة قوي صح? مش فاهمة قوي طب ما تيجي فاهمه لك عملي تعال فاهمه لك عملي بص يا جميل انا دلوقتي اه الدولار لو انت صرفت الدولار رتاخد خمس نقط طب انا معيش له ساصرف طب انا معيش فيزا انت بتشحن بفيزا ما تتهمنيش يا حبيب قلبي انا قلتلك مليون مرة الدولار بخمس نقط مش لازم تشحن بفلوس انا قلتلك اشحن مجانا يعني ايه مجانا يعني انا خش على كلمة استخدام وهوريك دلوقتي بعنيك خب بالك ان انا معايا مية وعشرين نقطة مية وعشرين نقطة قدامك تمام لو انا جبت بطاقة جوجل بلاي قدامك دلوقتي اهي بطاقة جوجل بلاي بمية نقطة اتفقنا جوجل بلاي بمية نقطة اهي هيتخصم مني المية نقطة لحظة واحدة يا شباب تمام جدا لا شكرا كده اتخصم مني المية نقطة وبقى معايا رصيد جوجل بلاي اه بدولار ماشي يا شباب معايا كم نقطة قدامكم باللاعليك انا معايا كم نقطة قدامك دلوقتي ما يعشش النقطة انا اشحن دلوقتي بالقسيمة جوجل بلاي اللي انا جبتها بمئة نقطة دي وهاخد خمس نقطة كمان يعني هيبقوا خمسة وعشرين لو انت بقيلك خمس نقطة عشان توصل للمستوى اللي بعده او الخمس نقطة دول هيفيدوك او تشحن تاني ده الوقت المناسب انك تشحن بص انا هفتح لعب ببجي قدامكم اهو وهاشحن الستين شادة بالدولار اللي انا جبتوا من مدجر جوجل بلاي من غير فلوس وهزيد خمس نقطة والعشرين نقطة دلوقتي هيبقوا خمسة وعشرين نقطة كل حاجة بوري لكم قدام عينيكم يا شباب انا مش مش شرط ان انا بقولك ايشحن دي ان انت بتشحن بفلوس لا انا مش قصد كده ما انت عندك شحن مجاني لو انت معاك مئة نقطة مئتين نقطة تلتمية نقطة ده الوقت المناسب في تحديث نزل في اللعبة كرقائن نزلت ولا ايه لو انت معاك نقاط استخدمها ده الوقت المناسب اللي انت تستخدمها دلوقتي يوم الجمعة اللي فاتت قلتلك العرضة ما كانش مميز كان الدولار بنقطتين نقطتين مش جامدين قوي نعم ده خمس نقط خمس نقط دي حلوة يعني تساعدك تمام فتحنا اللعبة قدامكم اهو هنخش على علامة اليو سي معايا واحد وسبعين يو سي هدوس على ستين شدة تمام قال لي ان معاك بطاقة جوجل بلاي بدولار زي ما انتو شايفين تحت كده بطاقة جوجل بلاي بدولار وهديك خمس نقط ومش كاتب لي بيانات فيزا هيديني خمس نقط ومش كاتب لي بيانات فيزا يعني انا مش بتحك عليك انا جايب لك كل حاجة بعينيك الناس طبعا انتبعني من زمان عارفين ان انا دايما بقولكو الصالح وصحيح طبعا انت ممكن تشحن البرايم بالدولار ده مفيش مشكلة خالص ايش حين امعلم وايش حياتك انا مورها للكو قبل كده الشدات بتاعتي اصبحت 131 شدة يعني الشدات وصلتلي ما دفعتش ولا مليم تمام نرجع للمتجر بتاعنا هل النقط زادت زي ما انتو شايفين الموضوع ابصب من البساطة انا بقى معايا 25 نقطة بقى معايا 25 نقطة ايه اللي صعب في الموضوع انت ده الوقت المناسب اللي انت تشحن بيه تشحن بيه الشدات بتاعتك يا انت معاك نقط طالما مش قدامك عرض مميز زي العرض اللي قدامك ده اللي لعبتك اللي انت بتلعبها سواء بتلعب باب جي فري فاير لو انت قدامك عرض برضو بخمس نقط بعشر نقط بنقط كتير استخدم النقطة بتاعتك لانت مفيش عندك عروض كويسة وانت معاك نقطة تشحن ما تشحنش طالما مش محتاج الشحن بتاعك ده اللي انا عايزة اوصله لك يعني كل اللي انا برغيه ده انا بحاول اشرح لك بالتفصيل بحاول اوصل لك ايه اللي انت ممكن تستفيد بيه عشان ترفع مستويك وتحصل على اكتر من نقطة نيجي بقى الحاجة اللي بعد كده اللي هي القسيمة الجديدة وانا جربتها لكم ولكن الناس اللي ما شافتش القسيمة دي او ما شافوش الفيديو اللي فيه بتاع القسيمة دي القسيمة دي يا شباب زي ما اتفقنا مع بعض يعني رأي ما تستخدمهاش رأي ما تستخدمهاش هتديك ايه بالزبط اللي هي القسيمة بتاعت الميت نقطة الجديدة دي يا شباب ماشي القسيمة دي هتديك ايه بالزبط هتديك براشوت جوجل بلاي مؤقت وكده كده انت بتجيبه من بابج موبايل من الاحداث مجانا برضو مؤقت تمام وبيديك اللي هي الأسيمة بتاعت صندوق الإمداد وأسيمة للصندوق كلاسيكي الأسيمة مش الصندوق الأسيمة اللي هي البطاقة مش عارف أنا عايز أوريكو شكلها عايز أوريكو شكلها مش عارف أوريكو دلوقتي المهم من الأسيمة دي اللي هي بتجمع منها عشرة علشان تعمل صندوق كلاسيكي وبتجمع منها عشرة علشان تعمل صندوق إمداد هو بيديك واحدة بس إمداد وواحدة بس كلاسيكي وبيديك برشوت جوجل بلاي مؤقت فانت طبعا تجيب من مجوة اللعبة فاقع تستخدمها اما اللي تحتها واللي ما زال الناس بيقعوا في الفخ بتاعها اللي بتلتمية نقطة اللي بتلتمية نقطة دي يا شباب بتديك ستين يوسي وبتديك صندوق كلاسيكي وسندوق مميز واتنين صندوق امداد فطبعا انت لو محتاج شدات يعني التلتمية نقطة دول يجيبوه لك مية وتمانين شدة انما انت لو استخدمت القسيمة دي مش هيديك مية وتمانين شدة هيديك ستين شدة طب ليه بتطه منك ليه مش بتلاقيها لان انت ما بتكونش فاتح المتجر ده بس طالما هتشحنها لو انت نوي تشحنها يعني وشايف ان هي حلوة بالنسبالك انت حر طبعا انا ما نصحقش بيها بس انت حر لو انت عايز تشحنها بتسيب المتجر بس اللي انت هتشحن منه وهو اللي مفتوح على جهازك اساسي في التريفون وبعد ما بتشحنها بيكتب لك فاتح اللعبة بتفتح اللعبة بتلاقي الحاجة يعني بعد ما بتستخدمها بتدوس عليها كده بعد ما بتدوس استخدام هنا بعد ما بتدوس على كلمة استخدام بيكتب لك فاتح اللعبة تروح فاتح اللعبة وهو وتتأكد ان المتجر الوحيد اللي مفتوح قدامك تفتح اللعبة هتلاقيها شحنة وظهر لك الشدات والسناديق قدامك على الشاشة دي الطريقة الصحيحة لشحنها يا شباب طبعا مبروك عليكم اكتبولي في التعليقات وصلتوا لأي مستوى دلوقتي بلاتيني فضي لسه برونزي شحنت من المتجر كم مرة عندك كم متجر بلاتيني سوري عندك كم متجر امريكي طبعا هسيب لكم في اول تعليم وثبت طليقة عمل متجر امريكي وهسيب لكم الطريقة السحرية لاستخدام المتجر الامريكي والمتجر البريطاني لشحن شدات بابجي موبايل او فري فاير او اي لعبة انت بتلعبها مجانا بسرعة جدا جدا هتلاقي فيديو رابط الامريكي ورابط الطريقة السحرية فاقول تعليم وثبت ما تنساش تعمل لي احلى لايك لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرز هشوفكم على خير دايما في فيديو جديد ان شاء الله باي باي